شباح المظاهرات يعود لقضى مضجع الفاسدين في العراق حيث كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة تحاول السيطرة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ملاحقة المؤثرين على تلك المواقع سواء من خلال التهديد بالسجن أو التأثير على أمنهم الشخصية الصحيفة نقلت عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن الهدف إسكات أي انتقاد وأي شيء يمكن أن يحرض الجمهور ويغير الموقف العام مخاوف الأحزاب على نفوذها ومكاسبها من عودة التظاهرات إلى الشارع باتت ظاهرة للعيان بحسب مراقبين أكدوا أن دوافع عودة الثورة تشرين التي قمعتها السلطات قبل عامين باتت كثيرة منها تسلق البعض على هذه الثورة وتسلمه المناصب على حساب المتظاهرين فضلا عن معاناة العراقيين المستمرة من انتشار الفساد وانعدام الخدمات كالكهرباء والماء إضافة إلى ترد الواقع الصحي وتهالك البنى التحتية وانتشار الفقر والبطالة الصراع السياسي قبل انتخابات مجالس المحافظات القادمة يزيد من مخاوف تلك القوى من تظاهرات قد تربك حساباتها ما يحتم عليها بحسب مراقبين التأهب للمعركة الانتخابية من زاوية أخرى في محاولة من هذه القوى السياسية البرلمانية للمحافظة على أوزانها ومواقعها ونفوذها لا سيما أنها في طور التحضير من خلال عدد مقاعدها في مجالس المحافظات المقبلة لأي انتخابات برلمانية قادمة لا تقف محفزات عودة التظاهرات على ما سبق ذكره من غياب الخدمات وانتشار الفساد خصوصا وأن التظاهرات لم تنقطع عن الشارع العراقي حيث استمر الخريجون العاطلون عن العمل وموظفوا العقود في التظاهر طوال الأشهر الماضية بيد أن أهم المحافظات بحسب ناشطين هو عدم الكشف عن قتالة متظاهر تشرين واستمرار الأمر الواقع المتمثل بغياب تداول السلطة وعدم حدوث أي تغيير سياسي واليوم بات المطلب الأكثر إلحاحا تغيير النظام الذي جثم على صدر العراقيين طيلة عشرين عاما وإنهاء المحاصصة والتبعية وتنفيذ مصالح الغير على حساب العراقي وشعبه اشتركوا في القناة